وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور أمير الساعدي الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي مرحبا بك دكتور أمير دكتور أمير كيف ترى مستجدات الحركة السياسية لتشكيل الكتة الأكبر وهل هناك صقف زمني لها؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكرام عطفا على تقريركم قبل قليل وما أورده دكتور خالد فقط للتوضيح للمشاهد الكريم بأن توجد مواد دستورية في القانون الأسمى الذي يحكم العملية السياسية قد شكل هيئة مستقلة اسمها المفوضية العليا للانتخابات إذا كانت هناك إشكالات في إدارة هذه الهيئة من قبل الأحزاب ومرشحيهم داخل هذه المفوضية فهذا لا يعد بأن يكون عملية خلل بالأداء وليست خلل بالقانون أي لماذا أنا شكل هيئة مستقلة مثل ما طالب حتى تراجع ما وتفعل ما أو ذكر بأن وضعت اللجنة القضائية المنتدبة لعملية الإشراف والمراقبة كون هناك كانت شكوك بالأداء يعني رجعنا إلى المربع الأول هو وجود عدم حسن أداء لدى هذه المفوضية وإن كانت هناك عملية مراجعة ينبغي أن تكون في البرلمان القادم إن أرادوا أن يلغوا هذه المفوضية ويأتوا بشيء آخر عليهم أن يعدلوا مواد الدستور عودة على ذي بدء في سؤالك الكريم قبل قليل وهي موضوعة ظهور النتائج والمصادقة المنتظرة من قبل المحكمة الاتحادية والمتوقعة لأن تكون في أحسن الأحوال قبل العيد المبارك في عيد الأضحى القادم لكن إن احتدم الصراع والتنافس بين الكتل والأحزاب ستؤخر المحكمة الاتحادية عملة المصادقة إلى حين الوصول لأن إذا صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لن يكون مفر أمام الكتل والأحزاب السياسية إلا 15 يوما ليدعو رئيس الجمهورية الحالي السيد فهد معصوم الكتل والأحزاب الفائزة لعقد جلسة كبير السن وبالتالي سيكون نزام عليها إظهار أوراقها بتسمية الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب لتسمية أولا رئيس مجلس الوزراء ثم فيما بعد رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعفو رئيس الجمهورية وعودة على محور السؤال نفسه أذكر بأن الكتلة اليوم الأكثر اتساقا مع دفع العملية السياسية نحو تشكيل البرلمان والكتلة الأكثر عددا هي كانت المحور الوطني بالتشكيل الأخير يعني الدعوة لم تكتمل صورتها وأنا أرى بأنها ما زالت لحدها مشتتة بطرحها اسم مرشحين لكن هي كانت الأفضل بتحفيز يعني أنا أرى هكذا ستحفز البيت الشيعي بركائز الخمسة الفائزة بالانتخابات وكيضا أيضا البيت الكردي الذي لم يظهر لحد الساعة إلا الحزبين الرئيسيين أي لم نسمع من الحزاب التي عارضت الحزبين الرئيسيين عن تشكيل تحالف أو تقارب فيما بيننا حتى تأتي لبغداد أو تذهب مع الكتلة أو البيت السني حتى تأتلف ويمكن أن تشكل رقما صعبا في عملية الموازنة أما بالضغط على الحقوق والمطالب أو بالذهاب بتسمية رئيس مجلس الوزراء بالقبول أو بالود والرفض أو بعملية الذهاب لتصديق نعم اسم مرشح المحور الوطني لرئاسة مجلس النواب طيب دكتور أمير مرحبا بك مرة أخرى يعني ربما الاتفاقات ليست واضحة إلى هذه اللحظة وحتى التفاهمات ربما نكث بها من قبل المتحالفون والمتفقون عليها لكن برأيك من هي الشخصية الأكثر وحظا لتولي حقيبة الوزارة لهذه المرحلة لنكن ذو مصداقية أمام المشاهد الكريم لحد هذه الساعة لم يطلق من الكتلة التي يمكن أن تشكل الكتلة الأكثر عددا إن كانت تحالف فيما يسمى تحالف النصر سائرون ومن معهم من الحكمة والوطنية أو تحالف الفتح ودولة القانون ومعهم من باقي الكتلة التي يمكن أن تجتمع معها بتسمية شخص رسمي لتحالف حقيقي ما زالت عبارة عن تفاهمات والشخص المرشح الرسمي لتحالف البيت الشيعي هو فقط السيد العبادي والسيد هادي العامري أي لم نسمع عن مرشحين آخرين يمكن الآن أن نفاوض حولهم مع وجود العقدة التي وضعت من قبل السيد الصدر أولا بموضوعة 40 شرطة قضاها في مجمل بيت أحسنت والأمر الآخر هو موضوعة البيان التحذيري الأخير الذي أصدره بإعطاء مدة 15 يوم لم يكن هناك صلاح بالعملية السياسية سينتقل إلى المعارضة السلمية وعملية تحريك الشارع وبالتالي سنصل إلى مفترق طرق نعم من هنا دكتور ربما المحاصصة التي ابتلينا بها نحن كعراقيين يعني أثرت حتى على المفوضية المستقلة للانتخابات بحيث أصبحت مفوضية الأحزاب وهذا لا يخفى على أحد بالتالي حتى المناصب لا زالت إلى هذه اللحظة يعني مناصب تحاصصية رئاسة الوزراء للشيعة رئاسة البرلمان للسنة رئاسة الحكومة رئاسة الدولة رئيس الدولة هو للكرد ماذا سيتغير في الحكومة القادمة إذا ما بقينا على نفس الحالة التحاصصية أولا حتى مع الجهود الحثيثة لكتلة سائرون بعملية الدفع بتغيير شكل المحاصصة مع ذكر الجميع وذكر ذكر جميع الكتل والأحزاب بأن تريد أن تغادر أو يعابر للطائفية وتحاول كسر حاجز المحاصصة إلا أنها لم تستطع لأن أصبح لدينا عرفا سياسيا من بعد عام 2003 وهو شكل لبنانة العراق جعل العراق بصورة لبنان في توزيع رئاسات الثلاثة كل منصب رئاسي إلى كتلة من المجتمع العراقي وإلى توجه محدد وللأسف أقول حتى مع دفعنا بعملية الإصلاح لن نستطيع أن نغادر علاقة للتقدير في هذه المرحلة موضوعة أن لا يبدو هذا التحاصص بشكل الطائفي والسياسي في مشروع تشكيل الحكومة القادمة لكن ممكن تغييره في شكل الوزارة أي شكل أعضاء هذه الوزارة كأفراد كأعضاء منتسبين للحكومة حتى مع الحاح السيد الصدر على أن يكون مستقل من خارج مجلس النواب اللي ليس لديه أجندات خارجية لا يمتلك جنسية ثانية كل هذه الأمور قد تكون في بعض الأحيان صعبة ليحتاج إلى عملية تنازل وتقارب أي من قبل الشروط السيد الصدر مع الكتلة التي الآن لديها مرشح معتدل نعم دكتور سادي عفوا على المقاطعة ذكرت أن هذه العاملة ودكتور حيدر العبادي ربما المرشحان الأبرز لاستلام رئاسة الوزراء المقبلة هناك حديث عن ربما تقديم البرنامج الحكومي على تسمية رئيس الوزراء هل يمكن تطبيق ذلك؟ طبعا حتى نكون أكثر جدية بطرحنا أذكر بأن أغلب الكتل والأحزاب السياسية كانت لديها برامج قبل الانتخابات وهذه البرامج تم تحسينها للتقارب مع الكتل والأحزاب السياسية الأخرى أي ماذا استجد في برنامج الفتح ولا يستجد في برنامج مثل تحالف النصر والأمر نفسه ينعكس على سيرون نرى بأن هناك تقارب في البرامج التي تقدم هناك مشترك ودعني أذكر هذا المشاهد الكريم هناك مشتركين لدى كل الكتل الأحزاب أولا محاربة الفساد مغادرة الطائفية وأيضا نشر متنمية اقتصادية والكل يدعو إلى هذا الأمر وبالتالي لم نرى أي حيز للتطبيق على هذا الموضوع فيما يبدو بأن الخصام ما زال لحد الآن هو باختيار المسميات وليس فقط باختيار البرامج نعم هناك حصة للبرامج لكن ما زال الصراع أذكر بهذه الكلمة وهي عملية تنافس سياسي كبير ومحتدم لحد هذه الساعة على موضوع المسميات لهذه الرئاسات يعني أنا وجهت دعوة اليوم إلى السيد الصدر حتى يفك هذا الاشتباك بين الكتلة الأكثر قربا يعني مع وجود هذا التقارب لأنه ما زال لحد الآن لديه عقدة في كتلة دولة القانون يعني لما يتقارب مع الفتح لوجود القانون أو بعض المسميات الحزبية داخل هذه التحالف لكن ممكن أن يتقارب مع النصر لكنه لم يتقارب لوجود هذه الشروط ممكن أن يقدم الآن تنازل أو يقدم مرشح يتطابق مع الشروط التي أطلقها والبيانة الأخيرة الذي أصدره ويقدمها كمنافس لمرشحي التحالف البيت الشيعي وهو السيد العبادي والسيد العادر عامري حتى نرى من هو الذي أرجحيه وكيف تتطابق المفاجآت والأسماء شكرا جزيلا دكتور أمير السعدي الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي حدثتنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر